معي عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير واحد من المنظومة النجحة دي جدا واحد من أسباب النجاح في المنظومة دي كابتن الكبير كابتن عبدالزاهر الساقة المدير الرياضي بنادي فيوتشار يا كابتن عبدالزاهر مشرف ومنور كالعادة دي لك كريم ما تحرمش منك شاكرك جدا على المقدمة الحلوة دي يا أهلا من حالك كابتن عبدالزاهر الله يخليك ربنا يخليك النهاردة الفوز كان عسير وصعب جدا على أمبي صعب جدا طبعا يعني ببارك الإدوارة طبعا وبارك الكابتن علي ماهر وجهاز بتاع واللعيبة فعلا تعيدنا بشكل كبير الماتش النهاردة وانت زي ما ذكرت كده هي منظومة وكل واحد بيقدم دوره بشكل كبير بيشتغل على أكمل وجه يعني كله بيعمل شغله وده الشيء المهم جدا ان انت اللعب لعيب والإدارة إدارة والفن فني والكابتن علي ماهر مدير فني يعني كل واحد شغال في شغله الحمد لله آآ قادرين ان احنا نلعب ماتش بماتش على طول يعني خلاص تمامي عرفنا الحمد لله نفسهم فده بشكل كبير عم أعطت لنا يعني الحمد لله في الملعب بنبقى كويسين فانا شايف ان احنا الحمد لله ماشين لحد الآن طبعا الإصادات هي المشكلة الحقيقة اللي عندنا بالوقت في بعض المباريات لكن بحي جدا جدا كل الناس اللي بتلعب مكان الناس المصادف بيتأدي يعني بتدخل في الترس بسرعة ويتأدي بشكل كويس طبعا عايزة حقيقة تنعلم هنا النهاردة النهاردة في قط اللبس فعلا قدر ان هو يرجع اللعيبة وقدر ان هو يصلم على شخصية الفرقة وانا احنا نلعب لعبنا وانا احنا ننسى الشوت العولان خالص بشكل كبير جدا ولعب لعبك وشخصيتك ما تتنزلش عنها وانت عتبقى كويس وفعلا الكلام وفعلا طولها صح جدا في حاجة النهاردة كابتال عمزار واربا فرج على المباراة بعد الهدف التاني لفيوتشر كان عندك فرصة عظيمة جدا انك تسجل التالت والرابع مباشرة ووضح جدا انه لسه في مشكلة في اضاعة الفرص انا شفت مباريات كتيرة لفيوتشر للموسم ده وفي اضاعة كثيرة للفرص والله دي اكنك قاعد معانا كريم في القوضة واحدة وجد العالي هيتجنل من القصة دي يعني فعلا في كل مواطش بيتضيع فرص فرص كتيرة جدا طبعا لكن الحمد لله انت في الاخر تاخد تلات نوعات وده الشئ الاهم يعني لكن هو فعلا كل مواطش حتى عنوان المحاضرة بتاعة تستغل كل فرصة جيه لك صحيح طيب كابتال عمزار فضل طيب من الحاجات المهمة جدا انا كنت لسا بتكلم فيها قبل ما حالك تدخل على طول ان فيوتشر دحك علينا بمعنى ايه بمعنى انه عمال يتسحف في الصدارة وبشكل زاكي جدا وانتصارات صعبة جدا بيحققها وفيوتشر عنده فعلا المنظومة السليمة اللي ممكن تخليه ينافس عمليا مش بس مجرد نظرين او كم يوم او كم اسبوع هل بقى في فيوتشر جهاز فني والعابين مؤمنين بده مؤمنين ان هما ممكن يوصلوا الاخر النقطة اه طبعا انت هتحسد ان انا بشيل العين والعاجات دي لكن المضابع مش عندنا خالص احنا احنا طبعا احنا عندنا هدف ان احنا نكسب كله مباراة وهذا الشي الاهم يعني ان انت لو ماكسدش مباراة مش تقدر تنافس مش تقدر تبقى في الموجود فالمربع الزهبي وده اللي احنا عملناه سال فاته وده اللي احنا عايزين نحافظ عليه ان احنا بقى في المربع الزهبي زي ما حقنا التارجب السنة اللي فادت فالحكاية المنافسة والحاجات دي مش في دماغنا خالص احنا بنشتغل ماتش بماتش ماتش بماتش يعني الحمد لله السنة دي عندنا ميزة وهي ان انت ازاي بتعرف تفصل ان انت تكسب النهاردة تعمل استقشفى بكرة تنزل التمرين بعدين معسكر بعدين ماتش كل تلت ايام اربعة ايام ماتش فده في حد ذاته لو انت انشغلت بالهدف الكبير مش طرف تحق الهدف الصغير طالما انت ماشي الحمد لله في نجاح انت بيوصلك الهدف الكبير لكن لحنا النافس والكلام ده والله فعلا مش في دماغنا خالص احنا مشيين ماتش ماتش يمكن الظروف خدمتنا في بعض الاحيان وبعد المتشاط اللي هي خلتنا في الحتة دي لكن عايز اقول لك ان كلمة منافسة دي عايز تاريخ كبير طبعا تاريخ كبير عشان تنافس اهل وجمالك صعب موضوع صعب بشكل كبير طيب ده كابتل عبدالزاري الساعة يا جماعة اللي انا بكلمه واحد من اهم اللعيبة اللعبة لمنتخم واحد من اكتر اللعيبة للعبة في اوروبا فطبيعة دي تبقى العقلية فعمر ما هيقول لي ان احنا بالنافس سيبنا نقول بقى كلمة دون سيبنا نقول كبير بس اقول لك حاجة كيرين يعني اللي بتعارف انت يعني ايه تبقى تنافس او تتكلم عن عندها بقالها مية وشوية سنة عندها جمهور عريض جدا 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 الناديين الكبار وانا دايما اقول لا دايما الاهل والزمالك بس هم اللي يقدروا يعملوا كده هم اللي يقدروا ياخدوا الدوري كان فيه بعض السنين الاسماعيلي المحلة اه لكن بعد السنين انما في الغالب او اللي بيبقى دايما موجود بيبقى الاهل والزمالك خلينا صرحة وخلينا دايما نبقى وقعيين في شغلنا وفي كلامنا ان الموضوع مسهل موضوع صعب جدا اتنين انت لسه لك عشرين ماتش صحيح بس اقول لها حاجة حاجة كابتا بظاهر فرصة انها هنفتح النقاش في هذا الامر انه زمان وحاجة كنت بتلعب كمان مع المنصورة وفريق كبير ومحترم انه زمان كان حجم الامكانيات كي بتبقى دايما في الاهل والزمالك بس انا باتكلم على مستوى اللاعبين ومستوى الصرف انت دلوقتي كفوتشر او كبرامت او عندها كتير او فرقه فيه عندها كتير في الدوري تقدر تشتري زيها زي الاهل والزمالك تقدر تجيب النجوم اللي هي عايزها بالعكس ده ممكن تنافس الاهل والزمالك على لعبين انت وانت لعيب انت عايف انه ده ما كانش يحصل في بقى الانداء لكن دلوقتي زي ما يقوله كده ايه الرؤوس الرابط اوي تساوت شوية طبعا حتى ما كانش بتزعلنا غير ماتش الاهل والزمالك في التلفزيون دلوقتي بقى كل ماتش لو ستديو كمان بيوها ده اربع خمس ساعات طبعا كله متشاف كله محطوط تحت الاسبوت لكن عايز اقولك برضو ان الجماهرية تفرق بشكل كبير يعني خلينا واقعيين ان الجماهرية تفرق الجماهرية بتحط دغوط على اللعيبة من غير ما انت تتعب لان انت وانت ماشي في الشارع لو اتعدلت او 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 اتغلبت انت كل حتة هتروحها هتلاقي حد بيدغط عليك عندك الصحافة بتاعتك والسوشال ميديا بتاعتك لا انت هتعيش مضغوط يعني انا بقوله انه دايما المدرين فنيين في الاهل والزمالك مش عايش شغلون ببقى سهل لان اللعيد اصلا داخل مضغوط اصلا هو ينجح مهما هيروح فين هيروح يبقى مش هاخرج من البيت صح فالموضوع مختلف تماما انت النهاردة عشان تخلق دوافة لللعيبة وده طبعا مشكلة ومشكلة جبيرة جدا ان انت كل شوية بتخلق دوافة لللعيبة صح بتبقى المواضيع صعب صحيح انما تعالى النهاردة اهلي لا دوافة ايه صحيح مش هتعرف تمشي في الشارع زمالك مش هتعرف تمشي في الشارع فده اللي واحدها الجمهور اللي واحده لا الجمهور اللي واحدة انا بقول عليه ستين سبعائة في المية من الموضوع صحيح بيبقى فيه لعيب جايبه مثلا نادي الاهل او نادي الزمالك من درجة تانية اول ما بدخل النادي بي نفسه عالدوري ايه اللي حصل الجمهورية وشخصية الناديين وهم مبار ويا رب كده يقدمونا كرة كويسة ان شاء الله في اليوم النبت بإذن الله ان شاء الله كابتال عمزار اخر حاجة فيه صفقات جديدة الفيوتشر قبل ما ينادي يخلص ولا خلاص انتم مستكفيين لا 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 احنا قرروا المجلس الزار انه مش حد ايمشي في الانتقالات الشتوية وان احنا نجيب حد دي لا تبقى صعبة جدا يعني يعني ممكن واحد او اتنين بالكتير يعني ده لهم ما كانش موجود خالص ثميا يعني احنا الحمد لله عندنا سكوات الحمد لله في كل مكان كويسين مكتنعين دون جدا الحمد لله فالإدارة كمان بتدينها سابورت وبتدل الكابتال عالي ماهر المساندة يعني ان هو طبعا دي طلبات مدير سني لكن الكابتال عالي ماهر ما طلبش حاجة في مير خالص هو مكتنع جدا بالسكوات اللي معايا اذا القول الحاسم على لساني كابتال عبزاهر الساعة عشان الناس كل شوية بتسأل في يوتشان مش هيسيب لعيبة في يناير ومش هيضم لعيبة في يناير مزبوط كده ممكن واحد كتير تضم واحد وده اللي تسيب واحد تضم واحدا تضم واحدا انا برضه عايز ابدايين مع حضرتك طيب كابتال عبزاهر فيه اربع لعبين تم تجديد قدهم اليوم اه الحمد لله طبعا بشكرهم طبعا على سكواتهم في النادي وهم هم كمان مبصوصين جدا من النادي والحمد لله يعني الاربع الجديد في يوم واحد احنا منتكلم على مروان محسن وجونسان مروان اه مروان وغنام ومرهي وجونسان اه محمود مرهي وغنام وجونسان جونسان ده برضه من احسن زهراء الجنب في الدول المصر اه طبعا بكل اللعيب اللي انا شفتهم فعلا وشخصية جميلة جدا 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 وده بيدل ان اللعيبة مبسوطة ومقامنا بالقضية ومقامنا بالنادي ومقامنا بالكابتال علي وده بحد ذاته بيبسطنا وبيحصل نوع من الاستقرار بقى خلاص تماما ان اللعيبة دي تماما مستمدى معانا خمس سنين فيعني الحمد لله يعني كانت خطة موفقة طبعا من الادارة وكابتال علي ماهر وده طبعا كانت طلب شخصي من كابتال علي ماهر ان احنا نجدد للعيبة دي جزا صحيح كابتال الكبير كابتال عبدالزاهر الساقر المدير رياضي من نادي فيوتشر انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك النهاردة على هذا الفوز على انبي تلاتة اتنين اشتركوا في القناة